أسألك بالله أكو دولة صار إنه فترة فترة ما يقارب شهر إن عاني من قضية الكورونة أسألك بالله غير دولة وزارة تحضر نفسها مثلا اليوم أنت فرضت حضرت جوان الخطط مالتك لتوزيع وجبات غذائية مواد غذائية مواد أخرى شلون واحد تمرض شلون أمرأة حامل صارت عند حالة ولاده شلون كذا 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 ما عندهم حليب أطفال هسه شلون نودي حليب أطفال مرضى السرطان شلون يتنقل وشلون تطيب علاج ما عندهم دولة 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 هي عبارة عن لا شيء دولة فضائية تعيش على أقدس تربة موجودة على الكرة الأرضية على أغنى شعب على أغنى بقعة في قطعة بالأرض بس أسألني اليوم أنا هس أجيب خلية الأزمة هس أتصل بي مقلهم أخوان عندي حالة مثلا في القرية الفلانية بالكذا الفلاني إيش أسوي لها عندي فقراء موجودين زين أنتم تدرون نسبة الفقر قبل فترة طلعتوها وزارة التخطيط 32% و40% و43% عاما 25% هم ربع الشعب هاي أكو خطة لاستيعاب هؤلاء الفقراء زين إذا أنت بسنة توزع الحصة التموينية الطحين ثمان مرات بقية المواد 6 مرات زين هو أصلا أنت تطي منقوص الحصة التموينية هس شو راح تجيب لحصة تموينية أضافية ما أدري زين غير كون عندك خطة حتى احترمك يا أخي يا أخي أنا إذا عندك برنامج عندك برنامج عندك خطط أقدرك ما عندك ما احترمك شكرا